بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكو اصدقائي ونتكلم بازن الله عن سامري كده وملخص للشابتر هنعمل ايه هنا بكل سهولة بيقول اصلا الشابتر بتكلم مع بعض الحاجات زي الالكاين زي الالكين زي الالكايل هلايد والالكهول تفعنا نعرفين كل واحدة رمزها الالكاين هي الربطاثولاتية الالكين رابطاثنائية الالكايل هلايد يعني كربونات ماسكا فيه اي هالوجين لو كلور بروم او الايود عين طبعا انا شرحت الكلام دوت بالتفصيل بس انا هنا حابة ان انا اراجع لكم المعلومات ونعملها زي ملخص كده للشابتر الالكاول طبعا هي ايه بيقول الشابتر الملخص بتاعه ان اي كربونات او الكايل ماسك في هلايد هنا يعني مع انها مجموعة هتغادر فانا انا قدر اعملها تفاعل نزع لما اعمل النزع طبعا في فيديو انا شرح فيه اي وان و اي تو الفرق من النزع بالطريقة اي وان ميكانيزم واحد وميكانيزم اتنين طبعا همش بيكون مهم دلوقتي في المادة دي بيكون مهم في المستويات المتقدمة بس هممكن تقرؤوه او تشوفوه اا يعني زيادة معلومات طيب لما تغادر المجموعة دايما لما بتغادر المجموعة بنعوض عنها بربطة صنائية فهي اما تغادر ونعوض عنها بربطة صنائية على الطرف او في الوسط على حسب القعدة في قواعد كتير اسمها قعدة ساتي زفرول وكده الحسب طبعا الدكتورة لو ركزت عليها او قلتها واهتمت بيها فاحنا برضو هنذكرها وانا بشرحها بالتفصيل برضو في الشابتر في مسائل اخرى المهم ان انا نزع بيكون لي ايه الكين يبقى الالكايل هلايد لما عمل له نزع بلقيته او اي اي ان كان هنحط دابل بوند في النوس تمام لو حطيت عليها لوجين يعني تاني كلور او بروم او يور هيدخله لي اتنين فده اسمه داي هلايد يعني اتنين هلايد اوكي هاكسر الربطة وادخل هلايد تاني لو انا الالكين بقى تفعلت الالكين انا لو حطيت كاتاليست اه زي البلاتينيوم او النيكل محفز مع الهايدرجين انا بعمل اختزال وبكسر الربطة وبحوله من الكين الى الكان اللي هو ربطات كلها احدية يبقى من ثنائية الى احدين لكن العكس لو الكاين الربطة ثلاثية عملت له لندلر كاتاليست مع في وجود هيدرجين مع اي حاجة من دي يا سواء او اللي هو النيكل دوت هكسر الربطة هتتحول الى ربطة صنائية بقى حولت الالكاين الى الكين طب خلونا نشوف طبعا ده الالكاين اناي مش ما يهمناش الترمنال الالكاين معناها ان الالكاين ربطة ثلاثية على الطرف لكن تمام لكن ده الالكاين انترنال معناها ان الربطة الربطة الثلاثية في الوسط يبقى هنا ربطة ثلاثية في الوسط لكن هنا ربطة ثلاثية على الطرف عشان كده اسمها ترمنال ودي انترنال داخلية طيب انا عندي هنا ايه عندي هنا كمان ازاي احضر من الالكاين الالكاين نفس دي اعادة مشي رسم المخطط من فوقه من تحت تمام بس هنا احيان بيقولك ايه هو الزد الكين وايه هو الايه الزد معناها ان المجموعتين الكبار دول على نفس الطرف اللي هي زي اسم لها اسم تاني اسمه السس اللي اتنين على نفس الاتجاه لكن لما يكون متعاكسين واحدة هنا واحدة هنا اسمها ايه اولها اسم تاني اسمه متواجهتين يعني متقابلتين طيب الالكاين برضو ممكن احضر من الالكان لا ده مش الكان ده الكاين الهالايد اللي فيه اتنين هالوجين ممكن احضر منه الالكاين طبعا بيوجود ان ايه ان اتشتو نحفظه يبقى ازاي بحول الالكاين الى الكاين بالطريقة دي واقدر احول الالكاين الى الكين نفس الكلام يعني دي هي النفس دي وهنا طبعا لو عندي الداهايد او كيتون اتفقنا الداهايد او كيتون هي في كربونيل في وجود بي سي الفايف فوسفراس كلورايد وحوله الى الداهايد واكسر الربطة واحط هنا كلور كلورو ده ملخص للموضوع اتمنى يكون الفكرة وسط اتمنى يكون موضوع سهل عليك ولا تنسوني من دعوتكم الجميلة في امان الله